أعودنا لكم من جديد مشاهدين الكرام في يوم الخامس من شهر أكتوبر الجاري وقع زلزال في إيران بقوة 4.6 وفقا لمقياس رغتر بعدها بساعات وقع زلزال لكن أقل في القوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين قوسين إسرائيل هذا الأمر دفع بالمتابعين للحديث هل هذا الزلزال سبب حدوث تجربة نووية إيرانية خاصة وأن الخبراء أشاروا إلى أن هذا الزلزال كان على عمق قريب من سطح الأرض مسار تساؤل أمو من دعوني يرحب من جديد بسيادة العقيد مازن سمرائي الخبير العسكري العراقي المعروف أنا وسهل بحضرتك من جديد بماذا تعالق على مثل هذه التكهنات التي تتحدث عن إقراء إيران لتجربة نووية والله هو يعني ليس بالضرورة أن تكون هي جراء التجربة النووية ربما هي حوادث طبيعية يعني حالة جيولوجية تكون لكن غير مستبعد هو من يعني أشوف إيران تسابق الزمن للحصول على القنبلة النووية تسابق الزمن يعني من أسبوعين الكيان الصهيوني وأوروبا تقول أنه إيران أصبحت على مسافة أسبوعين أو 14 يوم من إنتاج القنبلة النووية وهي تعمل تعمل على أن يكون لديها سلاح رادع ولازم هذا السلاح الرادع يكون سلاح نووي حتى هي يعني مثل ما الآن يخشى المجتمع يخشى يعني الدول يخشى كوريا الشمالية ويخشون باكستان والهند أن يمتلكون الأسلحة النووية هي تريد إيران أيضا أن يكون لديها نفس الرادع النووي وهي تعمل على ذلك لكن الغرب أيضا يهول من حجم الموجود وحجم ما وصلت إليه إيران في مسألة إنتاج السلاح النووي السلاح النووي ليس بالأمر السهل أو الحين يحتاج إلى موارد وأموال وجهد بشري ومماكن للتجارب إيران بالوقت الحاضر مواردها شحيحة وعليها عقوبات اقتصادية كبيرة العقوبات التي وضح ترامب عندما كان رئيس لم يتمكن بايدن من رفعها حاول بايدن لكنه لم يتمكن أطلقوا لهم بعض المليارات لكن يهدوب تسد يعني الموظفين والمعيشة وغيرها من الخدمات الأخرى ولولا أن إيران وأذرحها في المنطقة معتمدة على واردات العراق لما تمكنت إيران من الصمود إطلاقا لأن هذه الميليشيات كلها في كل المنطقة من اليمن إلى العراق إلى سوريا ولبنان وامتدادا على المساعة الجغرافية التي تسيطر عليها أذرح إيران هذه كلها أموالها من العراق من ميزانية الدولة العراقية وقسم منها يذهب إلى إيران أيضا إيران لا أعتقد نعم هي تريد لديها بدايات واصلة إلى مستوى طبعا هم يقولون 80 إلى 85% لا أنا أقول لك هي ما واصلة بالترسان النوية يعني في بداية ما واصلة أكثر من 20 إلى 25% نعم أطلاقا طيب هل نحن مقبلون على حرب عالمية من وجهة نظر حضرتك أولا لم تبدأ الحرب العالمية أولا لم تبدأ هل لازلنا يعني ننتظر الحرب العالمية كيف تكون الحرب العالمية الحرب العالمية